المصارات واضحة دكتور أحمد مصار أمني وسياسي كما ذكرت وإنساني طبعا في المقام الأول عايزين نتكلم حضرتك عن السقطة المهنية اللي وقعت فيها مؤسسة زي CNN بالأمس والترويج في مقال أو في تقارير أنه مصر غيرت من شروط صفقة وقف إطلاق النار في اللحظات الأخيرة هذه المزاعم واللي كان فيه رد مباشر مصري من خلال هيئة العامة الاستعلمات بتفنيد هذه المزاعم وإنها اعتمدت على مصادر مغلوطة مجهلة وغير موفوقة يعني غير موجودة على الأرض شايف ما قامت بي CNN بالأمس إزاي وحنمتكلم هنا على معالجة إعلامية مفروض تبقى دقيقة وموضوعية في ما يخص غز أولا الحديث عن محرورة الرأي والتعبير والنزاهة والمصدقية في الصحف الغربية وأسالة على الأم هي طبعا أمر كذب وثبت فشل وثبت أنه غير مصدقية في أزمة غز أنه كان ديما يعرض الروات الإسرائيلية ولا يعرض الروات العربية والفلسطينية هذه أول نقطة النقطة الثانية هذه السقطة الإعلامية لاست الأولى لوسائل الإعلام الأمريكي يعني السنين طارة نيويورك تايمز كلهم بيحاولوا تمرير أجندة إسرائيلية وجزء ما يسمى الحرب الإعلامية والضغوط على مصر كما قلنا دائما نفهم لماذا هذه الضغوط وهذه الحرب لأن مصر دائما هي تمثل صمام الأمام للقضية الفلسطينية هم يريدون التهجير وما ستوقف في هذا الأمر وبالتالي الحديث سنين طبعا سقطة عالمية الحديث عن مصادر مطلعة طبعا دون تحديد الحقيق هذه المصادر بيعكس هذا الزيف وهذه الادعاءات وكان طبعا رد الفعل لمصر السريع من طبعا نهاية الاستعلمات ورد وتفنية هذا الأمر بيعكس أيضا أن هناك تماهي في المواقف الأمريكي والإسرائيلي وأن مجرد فقط تبادل الأدوار وكلما وجد أن مصر تقف صلبة وكل مصر تقف هذا المخطط كلما زاد حجم الضغوط على مصر طارت انضغوط من تصرحات هزيان من مسؤولين الإسرائيليين وطارت الموسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية مع ريف أحيانا صحيفها أردس كلهم يطلقونها في الدعايات ومعروفة أنها بطلة فيما تعلق بالمفاوضات مصر كما أشارنا هي الدولة التي تقدمت المفاوضات بل إن من أفشل المفاوضات والجانب الإسرائيل لماذا؟ لأن حكومة نتانياهو لم تكن لديها الرغبة ولا الأرض الحقية في الوصول إلى هدنة أو تحر الأصل هي فقط دخلت للمجراء بأنها مع مفاوضات لإستعاب أهل الأسرى الإسرائيليين وللظهور أمام العالم والضغوط الأمريكية أنها يعني تنسى مصر تفاوضي وسياسي وأنها تفاوضي لكن هي ليس هدنية وبالتالي هي تعنتت لأن لو كان لديها هدنية كان قدمت أبدأة المرونة وعندما حتى المقترح المصر الذي وصفه بين جانس وزير الدفاع الأسرى الصابق قال أنه كان متوازنا أيضا جانب الأمريكا لأن العرض المصري هو المقترح المصري كان هو الأفضل وعندما قابلت حماس وألقت القرى مرة أخرى في الملعب الإسرائيلي هنا جاءت تعنت الإسرائيلي ودخلت إسرار رفح وسيطرت على المعبر بما يعكس أن ليس هناك نية حقيقية لإبداء أي هدنة ليس لديها حرص على أهل الأسرى أو الوصول إلى صفقة وهذا بالطبع مصر كشفت هذا الأمر ولذلك نجد هذا الهجوم وهذا المأزق وتصدير الأزمات الداخلية في إسرائيل على هذه الادعاة المصرية والادعاة البطلة وبالتالي رغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه العقبات لأن مصر ستتصرف كدولة مسؤولة لديها هدف استراتيجي هو حماية الشعب الفلسطيني دعم سوابته المشروعة العامل على الوقف إطلاق النار هذه أوليوات عاجلة وتخفيف المعاناة لأن الشعب الفلسطيني الآن بيواجه مجاعة في كل أنحاء قطاع وبالتالي رغم كل هذه التعاند هو ليس جديد يعني منذ بداية 7 أكتوبر وحتى الآن على مدينة 9 أشهر هناك كلما إسرائيل في مأزق تصدر هذا المأشكلة إلى الجانب المصري عبر التعامات والإدعاءات والافتراءات والهزيان سواء الإعلامي أو السياسي أو التصرحات ثم ينضم عليها الجانب الغرب وهذا بدأ أكد دائما أن المشكلة أيضا في التعالي في المفاوضات إضافة للتعاند الإسرائيلي هو أن الجانب الأمريكي دائما كان يريد أن يلعب دور الوساطة لكنه كان يجلس في المقعد الإسرائيلي لا يريد أن يمارس ضغوط على الجانب الإسرائيلي المفترض حتى أن تكون وسيط كان يطالب دائما على كل طرف كان يطالب فقط بالضغوط على الجانب الفصائل الفلسطيني والجانب الفلسطيني دون أن يقدم ضغوط ولذلك الميوعة المواقف الأمريكي وهذا التناقض والتناقض في المواقف ما بين ما يعلمهم الأقوال وأنه معهدنة وأنه معدخال المساعدات وما بين أرض الواقع يقدم مساعدات عسكرية ويستخدم فيتو في مجلس الأمن ضد إدانة إسرائيل وضد وقف إطلاق النار ووقف دائما إطلاق النار ويستخدم فيتو وضد عدوية فلسطين كل هذا بيعكس أن هذا الإزدواجية الأمريكية ليس لديها رغبة أيضا حقيقية في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى هدن بل أخطر من ذلك أنها شجعت حكومة الحرب والمضطرفين على المضيق قدما في هذا التعان تحدي المجتمع الدول والاستمرار في الجرام اللي بدأ الجامعي هل يعقل نحن في القناة 21 بعد كل هذه التنظيم الدولي أن يقوم قوات الاحتلال بقاتل أكثر من 40 ألف فلسطيني من النساء والأطفال معظمهم دون أن يحرك العالم ساكنا يعني ماذا لو أن جرى هذا القتل الجماعي في دول أوروبية أو غيرها ولكن دكتور في النقطة دي تحديدا هل تعتقد أنه إطلاق مثل هذه الشائعات ليها علاقة بفكرة الضغط على الضغط على دور الوساطة وأيضا من جانب آخر فكرة تكفيف الضغط على جانب آخر على الإدارة الأمريكية خاصة أنه الشارع الأمريكي بيشهد احتجاجات ومظاهرات من قبل طلاب الجامعات وممكن كمان شايفين الشارع الأوروبي كمان بالفعل جمان هذه نقطة مهمة لأن توقيت هذه الضغوط وطبيعة هذه الضغوط والضغوط الإعلامية ومحاولة لقاء التهم جزافا على مصر وهي طبعا لتصدير حاولات الهروب من المشكلات الداخلية حكومة الحرب الإسرائيلية التانية وفي مأذق حقيق هناك انقسامات لأنه بعد سمينيات أشهر هناك فشل تام فيما تعلق به تحقيقها أي تهداف وبالتالي هي تحاول أن تلقب اللوم على الجانب المصر أيضا الجانب الأمريكي اللي لديها اعتبارات انتخابية ولديها ضغوط خاصة فيما تعلق به أن يكون له دور أولا في الوصول إلى هدنة والعمل على وقف الدعم المطلق لإسرائيل في ظل طبعا الانتخابات سواء الحزب الدموقراطي أو الضغوط المختلف وبالتالي هنا يحاول أن يخرج من هذا المزق بالقاء التهم على مصر لكن الرئي العالم كل العالم كل شيء يغرب الصوت والصورة في المجال الإنساني مصر هي التي تقدم المساعدات مصر هي التي نحازت للإنسانية بالعكس الغرب وأمريكا هي سياسة الإنسانية حتى نتذكر بعد محكمة العدل الدولية عندما زرق قررت مجرد طالب إسرائيل باتخاذ جراءات احترازية قامت بواقف تمويل الأنروا ومع دول غربي وبالتالي استخدمت سلاح الإنسانية والجوع ضد مصر كدولة مسؤولة بلحازة الإنسانية خدومة المساعدات والإنسان كإنسان الأمر الثاني مصر تمثل طيار الاعتدال طيار الاستقرار السلام السلام العادل الدائم بينما هناك من يقود المنطقة إلى جراء كما قال الرئيس السيء في القمة العربية إلى الحروب والاشتعال هناك مصلحة لحكومة الحرب الإسرائيلية هذه المجمعة المتطرفة في إشعال الحركة في إشعال المتطقة بشكل كبير ولذلك هنا الخطور مصر عمل مع كل هذا بالدولة المسؤولة